طبعا شباب متل ما ملاحظين الكم الهائل من الصور طبعا هادا هادا مرقم اطناش هادا رقم الف ومئتين صورة لانه انا بس مكبر الخط من بين عنكن ومتل رقم اطناش لكن هلا حاليا الف ومئتين صورة انا استردتهم وصاروا عندي بالهاتف بضغطة زر واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكن اصدقائي ان شاء الله تكونوا بخير قبل ما بلش هذا الفيديو شباب اتمنى منكم صلى الله لحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. بهذا الفيديو اصدقائي جايبين لكم طريقة لاسترداد الصور المحزوفة بضغطة زر واحدة. نعم شباب اذا كنا احنا عنا صور محزوفة بهاتفنا وعملين فورمات الهاتف وحبين نسترد هاي الصور فبهذا الفيديو عندي طريقة رائعة جدا لحتى نسترد هاي الصور بضغطة زر واحدة. لتعرفوا كيف وشلون فقط ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكن اصدقائي ارجعت لكم من جديد متل ما بلش بشرحي الخطوة اتمنى منكم اول شي تقوموا بزيارة موقعنا عبر الانترنت او المدونة الخاصة فينا. طبعا المدونة فيها العديد من الاشياء فيها برامج فيها حلول لبعض المشاكل او لجميع مشاكل الاندرويد فيها اسعار ومواصفات الهواتف بامكانكم تضغطوها ثلاث نقاط وحطوها اضافة الى السطح الشاشة الرئيسية وتستخدموها او تزوروها كل يوم حتى تشوفوا كل جديد فيها. طبعا شباب اسفل هذا الفيديو بصندوق الوصف تركت لكم رابط لهذا التطبيق. هذا التطبيق راح تلاقوا اه بصندوق الوصف عبر اه قناتنا اه التليجرام او عبر المدونة بكل بساطة راح تحمله الثبت و تدخله عليه. فبكل بساطة راح يفتح هلأ بهذا الشكل. انا اه راح اضغط هلأ على كلمة او اشارة فوق بالاعلى كمان اشارة فبكل بساطة بطلع لي اعلان صغير بحط له اغلاق. هيك حاليا عبيقيل اه خيارات الاسترداد. انا شو بدي استرد? بكل بساطة راح تسترداد الصور. هلأ هون حاليا بيبلش عد الصور اللي انا لازم استرداد. راح انطره. وترك الهاتف وانطر الرسائل الصور هتسترد. طبعا هادا الحكي ممكن يطور ربع ساعة ممكن يطول تلت ساعة. فانا هواقف الفيديو وبعد ما اه يتم استرداد الصور راح ارجيكم شو الخطوات التالية. طبعا شباب بعد ما اه استنينا الوقت واستنينا استرداد الصور ممكن يطول شوي لكن بدلا صبر حتى تقوموا باسترداد هاي الصور كلياتها طبعا شباب بعد ما انا نطرت الوقت متل ما اذكرت بنزل الاسفل باقي كم هائل من الصور يعني وكل شي مرقم طبعا متل ما ملاحظين. يعني انا وصلت لاكتر من الف وتلاتمائة صورة صراحة استرديتها بهاتفي. يعني ازا انا بدخل على هاي الصورة وبدل استردها بكل بساطة بطلع لي اعلام بسيط وبتطلع لي الصورة بهذا الشكل فانا بكل بساطة بضغط تحت على كلمة يعيد متل ما ملاحظين امامكم في شي اسمه كلمة يعيد مجرد ما اضغط عليها هيك بهاي الطريقة بتكون الصورة صارت عندي بالاستيديو وبهيك بيكون خلصنا الفيديو شباب واستردنينا الصور المحزوفة بتمنى ان يكون افاتكم هاد الفيديو.